اشتركوا في القناة واضافت المصادر ان الحموشي وجه تعليمات صارمة الى والي امن البيضاء والمفتش العام للامن الوطني لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية صارمة بحال تبوت تورط احد رجال الشرطة في دفع الشاب الى تصفية نفسه واضافت مصادر الاخبار ان تعليمات الحموشي ترجمت الى تحقيقات مع بعض رجال الشرطة التابعين لنفودها الترابي بسوق بيع السمك بالعاصمة الاقتصادية مضيفة ان المفتشي العامة سترفع تقريرها المهني الكامل للحموشي للنظر في حدود مسؤولية المعنيين الذين اشار اليهم الشاب زكريا اشتركوا في القناة